اشتركوا في القناة رجع الوليد الى قريش نصحهم باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم او تركه يدعو في العرب فرفضوا رأيه ووصف الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر نزلت في الوليد بن المغيرة ايات من سورة المدثر تبشره بالنار قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر اسلم عبدالله بن ام مكتوم الاعمى رضي الله عنه في هذه الفترة واتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مؤذنا للصلاة اشتركوا في القناة